من ناحية تاني إحنا ذكرنا رح نتكلم عن عقاب الله يعني وهو أنت ذكرت أربع أشياء ذكرت عن الحية حواء آدم وكمان الأرض كمان عليها عقاب خلينا نبتدي أولا في الحية كويس بدأ الحوار بأنهما سمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة وكانوا متوقعين يتقابلوا معاه واختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة دي أول مرة بنشوف فيها أنهم مش عايزين يتقابلوا مع ربنا لأنهم عارفين أنهم كسروا وسيط الرب وعرفاها الخير والشر فأصبح فيه فاصل اسم الخطيئة بين الله وبين الإنسان والخوف صار نتيجة هذا طبعا بالزبط ففيه خوف دلوقتي فالرب يسوع أو الرب الإله فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ الرب مش بيسأل سؤال هو مش عارف إجابته هو بيسأل سؤال علشان الإنسان يقرب حالته وبيقول لآدم أين أنت؟ فآدم رد وقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت فابتدى آدم يكتشف الضرر اللي وقع عليه والانفصال اللي حصل في حياته من الله فقال من أعلامك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ الرب طبعا عارف الإجابة على كل هذه الأسئلة لكن الرب عايزنا نقر بما صنعنا علشان نبدأ نتعامل مع الحل لأن لو قلنا أني ما عندناش مشكلة عمر ما هيكون عندنا حل ومش الجدعان أن أقول لواحد مثلا عنده كانسر أقول له أنت ما عندكش حاجة أنت كويس أنت ده تبقى جريمة في الطب لو أنا عملت كده لازم تشخص الحالة مظبوط عشان نفكر في العلاج فقال آدم ابتدى بقى نشوف إزاي كل واحد بيلوم الشخص اللي جنبه فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت وأنا فاكر حاجة زريفة قوي يا أخ نيزار كأنه آدم بيقول المرأة التي أعطيتني وناسي دي فيه ثلاث صوابع بيشوره عليه هو فالمسئولية مسئوليته الحية لأنه هو رأس الخليقة وهو اللي أخد الوصية وهو اللي نقل الوصية لحواء وظهر أنه كان مدرك لما أكل من الثمرة بالضبط كده كان مدرك تماما يعني الحية خدعت حواء لكن آدم بوعي كمان أخد ووسقت في الخطيئة فالمرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت فعايزين المسئولية على حواء وعايز يقول له ربنا أنت اللي جبت لي حواء في النهاية أنا مش مسئول ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة